الحاجة التانية. انت النهاردة متيابة. لعب جزء في ماتش الاهلي. وادى هو انا بالنسبة لي هو لعيب مباشر. لسه جاي. لسه جاي. بس لسه عنده نواقس كتير. عنده نواقس كتير. اه. وده مستقبل. بالخبرة بالاستمرارية. اه. بالزبط. فانا النهاردة بلعب وعندي اصل نقص في نص الملعب عبدالله الصعيد وعندي ناصر ماهر. وعندي الناس اللي عملالي الفترة الاخيرة شكل كويس في نص الملعب. نازل مالك اللي كان بميزول ماتش الاهلي وماتشات اللي هي النص الملعب. عبدالله ناصر حمدي. بس. تباتهم مع بعض كده. من الاخر في الكورة مش هتعرف تاخد الكورة منهم. صح. طب انت النهاردة عندك اصلا محمد شحاتة راجل هاف دي فندر. وعندي دونجة هاف دي فندر. وعندي احمد حمدي في نص الملعب. دونجة بماشي بشكل كويس. وشحاتة هيبقى جنبيه. وابدأ ابدأ قوي عشان يبقى بداية كويسة. مشكلة الزمالك النهار دخل ماتش متأخر. دخل ماتش متأخر الزمالك. انشاف التشكيل كان بدايته غلط. بالزبط. اه. وبعدين الزمالك دخل متأخر. وبعدين انت النهاردة اما بتغير كتير. اه انت عشان ظروف. طب انت النهاردة ده الطبيعي اللي انت هتاخد وقت. قبل ما خش الجيم. الحاجة التانية انت النهاردة الاطراف بتاعة نادي الزمالك. يعني انا انا بحب مصطفى شلبي ولعيب كويس كل حاجة. بس لازم يغادر من لعبه. ازاي بقى? لازم يغادر من لعبه. والنهاردة مش مش هيينفع النهاردة اللي انا بقى لعيب خط واخد الكرة على الخط. دي خلست. خلاص بقى? الجناح بتاع الخطه ده خلص. اشكرا بقولك النهاردة حتى الجمهور بدأ يزوم عليه. اه. انت فهام قاضي? انت النهاردة لو انت ما بتلعبش في المكان ده. يبقى انت متنوع. خلاص يا باش انت اما انا ممكن اقبسك الخط هقفلك. واخلاص. اه لا يا عصو. الجناح بتاع الخطه ده زماني. خلاص بك. دلوقتي لازم يبقى انسايد. بالضبط انسايد. انت النهاردة جنب بتاع النادي الاهل اللي داخل في الزمالك اللي احمل عبادر جابه. مم. وانا بادر كان بلعب فين? هافلفت. صح. الجنج فين? احمل ابادر كان فين? في التمنتاشر جوه. صح. من ناحية اليمين كمان. اقرب من ناحية اليمين كمان. بالضبط. لكن انا النهاردة هاخد الكرة وعايز اشتغل على الخط. خلاص ما انا اطراف نادي الزمالك برضو شكبالة النهاردة برضو مش 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 مستوى اللي هو يعني النهاردة شكبالة انا بفوجة نظري لو آآ فايق مع فرقة زي دي كان ممكن يعملك الفرق بسهولة. برضو مش مش فانت يعني عندك مشكلة في الاطراف من الباكات. وعندك مشكلة في الهبار. في الجناحات. في الجناحات. عشان كده انت النهاردة الشوت الاولاني ما. نقطة قوتك مش موجودة. نقطة قوتك. خاصة ان العمكة كمان في مشكلة في غيام عباد الله فهي دي مشكلة. بس الشوت التاني. لما سامسونج نزل. وبرضو عمل تغيير شيحاتها. يعني اشتغل الشكل بدأ يتحسن ووصلت اكتر من. براك في سيب الجزيرة النهاردة. بص. في وقت من الاوقات سنتر فرويد لازم تبقى هادي. لازم تبقى هادي. بمعنى اللي انت عصابيتك في التمنتاشر مش هتيجي. يعني الكرة مش هتخش. يعني انت النهاردة في وقت من الاوقات لو هو عنده هدوء وهو بيحط الكرة وتركيز. هتلاقي الموضوع سهل جدا. لكن انت ما تبقى عايز تيجيب جون وبتاعها مش الكرة مش. ليه سيف الجزيرة يعني انا دائما بشوف ان انا من الناس اللي رأيي ان سيف الجزيرة ده مهاجم كويس جدا. طبعا. بس يديك مباراة يعني يحسسك انه اهم مهاجم في كارة افريقيا كلها زي مباراة الاهلي اللي فاتت دي. تمام تمام. يجي المباراة اللي بعدها يقل. يجي المباراة الجزيرة كان مطش الاهلي. ليه? اللي انت سيف الجزيرة من الفراو ده يا كريم اللي بيحب يستلم في مساحة. فانت النهاردة ما يبقى عندك عبدالله السعيد وناصل وبتاعها انت هو بيعمل اما النازل ما بتبقاش موجودة هو بيعمل ادوار بتخليه بيوصل اللي هو يبقى خلص يعني يخلص بدري. انت فاهمه اللي هو عايز يجري هنا. وعايز ينزل يستلم من هنا. وعايز يروح هنا. لكن انت النهاردة ما بتبقى معاك لعيبة انت بتبقى متوقع لانا هاوصل الجوم في اي في اي وقت. فمطش الاهلي هو كان مميز اللي كان موجود في نص ملعب. فبيعمل ادوار اللي هي ادوار المطلوبة منه. طيب. ما هو ده مش هيبقى متوفر لسيف الجزيرة في كل ما شاء. بالضبط. بالضبط. يعني تبقى كده سيف هيبقى عنده مشكلة في الزمان اللي كمم. انا بقول لك هو هو يعني انا زي ما قلت لك هو الفترة الاخيرة انا 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 عن قناعة انا بحب يعني هو العيب كويس. صح. وامكاناته كويسة جدا. بس برضو زي ما بقول لك النهاردة هو كان مركز قوي اللي هو عايز يجيب جوهن. لو انت ركزت قوي عشان تجيبه هو مش هجيب جوهن. عشان كده النهاردة اكتر من فرصة. لكن في الاول والاخر زي ما بقول لك النهاردة لو في توفيق. النتيجة كانت ممكن. سامسون بدأ يقول. اه بدأ يقول. بدأ يقول. بدأ يقول. بصراحة. يعني انا كمان عجبني هبص يعني فيه وقت من الاوقات اما بتستغله كل كل ماتش تغيرة. لا اما بينزل بيبقى مؤثر. بيبقى كويس. صح. يعني ممكن العيب مسلا يقول لك ده ماتش او ماتش. لا كل ما بينزل. يعني النهاردة شوف سامسون جول ما بدأ الموسم. وبص الوقت يعني النهاردة في الاستاد. اما بدأ يشافه اللي هو بيسخن. الناس بدأت. لا مبسوطة اللي هو. هينزل. ممكن يعمل تغيير. بالزبط. سؤال فني جدا. اه. سامسون مهاجم لوحده في تشكيلة الزبالك لعب مهاجم تاني احسن. لا انا شايف مهاجم تاني. صح. يعني انا انا في اعتقادي. اه. مباراة جاية. لو انت عندك اللعبة اللي لعبة النهاردة. انا شايف اللي سامسونج والجزيري وزيزو. لازم. اه. لازم. الماتش الجاي عايز ناس بتجري حتى زي ما اقوله الرمك الاخير. اه. مش ماتش كورة. يعني مش ماتش كورة بقى اللي انا هاخد يعني الماتش الجاي في الاجواء اللي انت هتلعب فيها دي مع الحرارة. هتمسك الكورة كتير حتى الموضوع يبقى صعب عليك. فعايز ناس من الاخر عندها قوة بدنية وناس بتخلص. يعني ناس بتلعب عالجون. اه. لكن الكورة بقى اللي انا اخد الكورة وجوة بتاعها هناك هتلاقي اقلام. اه. 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 كلمك بيصرح. جو الحريفة والكورة الحلوة والكلام ده كله مش عايز هناك. وهو ده اللي مطلوب في الكورة الوقت يا كريم. مجود بدني اكبر بالاي حاجة تاني. بس بالزبط كده. فانا شايف اللي انت نهار ده ما تبدأ بسامسونج والجزيري وزيزو. لأ انت عندك اتنين اصلا سنتر فيروت. وسامسونج بيعمل حاجة كويسة. اللي ما بيلعب ناحت شمال متطرف شوية. على طول بتلاقيه سنتر فيروت التاني مع سيف الجزيري. عشان هتلاقيه على طول كسافة. فانا شايف اللي دول يعني دول الحلول اللي موجودة في النقص اللي عندك. دول افضل تلاتة ممكن يبدأوا اللي هم.